اه انا بقى كده ابقى حكيت لك كل حاجة عن حياتي اه من يوم مامي مولدتني معادة موضوعين كده كمرتهم انت برضو مش لازم تبقى عارف عني كل حاجة من اول قاعدة بس اقولك على حاجة انا هديك انت عن الموضوعين اه اول موضوع موضوع جوازة كده غريب والله العظيم القصة دي لو اتحكت محد يصدق انا نمت صحت من النوم لقيت نفسي متجوزة ما تسألنيش بقى ازاي وفين ابقى حكي لك بعدين والموضوع الثاني بقى من المواضيع اللي انت فهمها دي عارفها بتاعت الحب وكده يعني قصة حزت في نفسياتي واحد دخل علي بالحنجل والمنجل وخلانا حبه واموت فيه بعد كده اعترافلي بنفسه اقسم باللي اعترافلي بنفسه انه كان بيتحك عليها شفت البجحة بس يا سيدي هو ده اللي حاصل هو انت قت ساكت كده ليه يا عمر وفيه وانت عيستغرف عني كل حاجة ومش عايز تحكي لي حاجة عنك احنا من ساعة ما عادنا وانت سقطهم بقطهم هو انت سبتلي فرصة انت طب خلص يا سيدي قديني سبتلك الفرصة اي رأيك نلعب لعبة انا اسأل وانت تجاول ماشي 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 طيب انا شفتلك صور كتير اوي في الكافر هو انت بتشتغل حلق عنده بابا حلق لا انا بدير المحلات بتاعته ايه ده مشاء الله انت بدير المحلات دي كلها طب والله يشاطر وعلى كده بقى بتديك مرتب ولا نسبة لا ما تخلوش يضحك عليك اه انت بكرة تفتح بيت وتبقى راجل اللي اقولي البتة قروة دي انت عرفتها ازاي وفان يا ست فكت مني ومن قروة خلينا فيك طب انا حكيتلك اهو كل حاجة عني عايز تعرف ايه تاني اكتر من كده موضوع الجوازة عايز اعرف انت ليه ما ظهرتش في حياتنا من زمان واش معنى ظهرت الفترة دي طب والله العزيق وحيات النعمة دي انا ما كنت اظهر خالص اه انا كنت خايفة منه اصلهم يا الله يرحمها يا ما قالتلي قالتلي انه قاسي وقلبه جاحد ولا حنان يخطي على الكلام اللي كاب بتقوله حنان دي حنان رعبتني منه يا كمان انا بس اللي كنت منشفة دماغي اه كنت عايز اتطمن عليكم كنت بابص عليكم من بعيد لبعيد عن طريق السوشال ميديا كنت بخاف برضو اه ما انتو صغيرين وممكن يعني تخشوا في طريق كده ولا كده لعلمك ده انا عملت اللى عملت اللى ما يعمل عشان اروح المدرسة بتاعي اتفرح دة انا خسرت 182 جليم المرتب يا ها ام اما ليه فتهاء 100 مليون ميش أختي اه انا اول ما عرفت ان منار يعني عملت العاملة اللي هي عملتها انا خفت عليها خفت علي بيتها يتخارب قلت اروح بقى اقول لبابا كده يعني ايه خلي بالو وبعد كده هوا مش عارف يجبني لكن هو جابني اه طلع جامد جابني من تحت طاقتي الأرض وأول ما خطفني اضطرت أقول طب هو لي مش عايز يعترف بك لحد دلوقتي لا يا عمر بقى ده سؤال يا نمّة عن الغباء فيه إيه؟ واحنا جينات عائلتنا كلها زكاء زكاء خارج أكيد طبعاً يعني علشان الست الوالدة ما تزعلتش مني يعني تنتهالة تنتهالة دي طلعك أضارة أضارة كده آه ست جامدة كده هو بيخاف منها وبيعمل لها ألف حساب لعلمك هو من قدامها حاجة ومن وراها حاجة تانية من وراها حنين وطيّم بس قدامها بقى يلا مش هو أمقى أنا مسامحا أنا مسامحا على كل حاجة حصلت في الدنيا بس هو أنا يعني خدت على خطري آخر مرة لما طردني من البيت قدامك وكلكم تحركت تحركت بس أنا عارفة أنه عامل كده عشان هي موجودة مش كده برضك معلش حقك علي والله يا عمر انت حبيب والله وانت كمان اشترك في بقات وطشة الشهرية 14 جنيه و 99 درش وبقات سنوية 149 جنيه و 99 درش